لو طلبت منك أن تذكر لي أسماء ثلاث ألعاب فبالتأكيد ستجد ذلك سهلا للغاية كل لعبة من هذه الألعاب المشهورة تم تحميلها ملايين المرات والملايين يلعبون بها بشكل يومي يقدر عدد الذين يلعبون ألعابا إلكترونية حاليا بحوالي مليارين ومئتي مليون شخص وهذا يعني حوالي سلس عدد سكان الأرض وقد أظهر بحث تم إنجازه في العام الماضي في عدة دول أن الشخص الذي يلعب إلكترونيا يقضي ما يمعدله سبع ساعات وسبع دقائق في الأسبوع في اللعب اهتمام الناس بهذه الألعاب إلى هذه الدرجة وقدرتها على جذب هذه الجموع الكبيرة لأوقات طويلة وما تمتلكه هذه الألعاب من قوة وقدرة على السيطرة هو حقيقة مدعاة للتساؤل ولكن ربما السؤال الأهم هنا هو ما الذي يمكن أن تتعلمه أنت من الألعاب الإلكترونية؟ إجابة ذلك هي في كلمة والتي تعني استخدام تقنيات الألعاب وعناصر الألعاب أيضا في مجالات أخرى مثل مجال الإدارة والأعمال على سبيل المثال وذلك بهدف مساعدة الأشخاص والمؤسسات على تطوير الأداء وتحسينه عناصر الألعاب كثيرة منها وجود رصيد يحصل عليه اللاعبون عند اجتياز مراحل معينة على سبيل المثال أو الانتقال والترقية ضمن مستويات مختلفة أو كسب بعض الجوائز عند إنجاز مهام خاصة أو إظهار تنبيهات وتغذية راجعة بشكل فوري لللاعبين أو التنافس مع لاعبين آخرين إن كان بشكل فردي أو ضمن فرق أو غير ذلك جيميفيكيشن كمصطلح هو حديث جدا وقد ظهر منذ بضع سنوات فقط ولكن كممارسة فهو موجود بأشكال مختلفة ومنذ فترات طويلة من الزمن بالمناسبة لا يوجد تعريف حتى الآن معتمد لهذا المصطلح كونه ما زال حديثا ولكن هناك بعض المحاولات لتعريبه أو لترجمته وقد استخدمت عدة كلمات على سبيل المثال التلعيب أو اللوعبة أو اللعبنة بالطبع من غير الممكن أن نقوم بتغطية مصطلح جيميفيكيشن بشكل كامل في هذا الفيديو ولكن سأحاول على الأقل مشاركة لماذا يجب استخدام هذه الطريقة وأين يمكن استخدامها لو سألت نفسك لماذا يجب علي أن أطبق تقنيات الألعاب في العمل لأن هذه الممارسة أثبتت فعالية كبيرة وقدرة على تحسين نتائج الأعمال وهي قابلة للتطبيق في مجالات كثيرة ومتعددة ومستخدمة من قبل عدد كبير جدا من المؤسسات محلية أو عالمية سواء كانت حكومية أو خاصة ربحية أو غير ربحية من الأسباب أيضا أن الألعاب لها قوة تأثير كبيرة جدا ونلاحظ اللاعبين لا يشعرون بالوقت ويجلسون فترات طويلة بتركيز وانتباه شديدين كذلك فإنهم يشعرون بالمتعة والسعادة عندما ينتقلون من مستوى إلى مستوى أو ينجحون في إنهاء اللعبة بالإضافة لذلك فإن تطبيق تقنيات الألعاب يتطلب فهم مواضيع أخرى والاستفادة منها في العمل مثل السلوك والتحليل النفسي للمتعاملين والموظفين ما الذي يحفزهم؟ ما الذي يدفعهم إلى اتخاذ قرار الشراء أو طلب الخدمة؟ ما الذي يبني تجربة مميزة ومؤثرة لهم؟ لنكتشف معا المجالات التي يمكن تطبيق فيها تقنيات الألعاب يمكن أن تستخدم هذه التقنية في المحيط الخارجي للمؤسسة بشكل خاص للمتعاملين أو المتعاملين المحتملين ومجالات التطبيق هنا تشمل أنشطة مثل إسعاد المتعاملين والتسويق والمبيعات قامت شركة نايك للرياضة بتطبيق هذا المبدأ وهذه الممارسة وحققت نجاحا باهرا حيث طور التطبيق للموبايل اسمته نايكي ران بلاس يقوم بحساب أدائك الرياضي من حيث المسافة التي تقطعها أثناء المشي أو الركض وهذا يحفزك على تحسين أدائك بشكل مستمر كذلك يضع لك تحديات بمستويات مختلفة ويمنحك كؤوس وشارات عند تغلبك على التحديات كما يمكنك أن تقارن نفسك بأعضاء آخرين وأن تشارك نتائجك مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي هذا يشجع الناس على ممارسة الرياضة وفي نفس الوقت يزيد ربحية الشركة كونها تسعى إلى أن يركض الناس أكثر ليستخدموا المزيد من متجاتها وبالتالي تزيد مبيعاتها أيضا ممكن الاستفادة من خصائص الألعاب داخليا وخصوصا فيما يتعلق بوظائف الموارد البشرية وزيادة الإنتاجية والكفاءة في العمل شركة زابوس وهي مملوكة لأمازون ومتخصصة ببيع الأحزية والملابس من خلال الإنترنت طورت لعبة عندما يقوم أي موظف في فتح جهاز الكمبيوتر الخاص به تظهر له صورة أحد الموظفين في الشركة وعليه أن يحاول معرفة اسم هذا الموظف إن تمكن من ذلك يحصل على نقاط في رصيده ويتم تجيع الموظف على التواصل مع صاحب الصورة كذلك يتم إظهار أكثر الموظفين الشعبية وأكثرهم معرفة لزملائهم من الموظفين الآخرين ساعدت هذه اللعبة الشركة كثيرا في تعزيز التواصل ما بين الموظفين وخلق بيغة عمل صحية يمكن أن نستخدم جيميفيكيشن بفعالية في مجال التعهيد الجماعي أو ما يعرف بكراود سورسينغ مثلا عندما يكون لدينا مهمة كبيرة ونقوم بتقسيمها إلى أجزاء صغيرة ونضع الموظفين إلى أن يقوم كل موظف بإنجاز جزء صغير فقط ومن ثم نقوم بتجميع العمل لننجز المهمة الكبيرة أو أن يكون لدينا مثلا مشكلة ونحتاج إلى تحفيز عدد كبير من الناس للمشاركة في اقتراح حلول ممكنة سواء من داخل المؤسسة أو من خارج المؤسسة قامت شركة مايكروسوفت بتطبيق هذا المفهوم في التعهيد الجماعي حيث صممت لعبة اسمتها جودة اللغة وذلك لحل مشكلة كبيرة واجهتها مايكروسوفت لديها أنظمة تشغيل وبرامج متعددة ولأنها شركة عالمية فإن برامجها متوفرة بالكثير من اللغات يوجد طبعا آلاف الشاشات والتنبيهات والرسائل في تلك البرامج وهي بحاجة إلى ترجمة وتدقيق وكانت اللعبة تتلخص في أن كل موظف في الشركة في أي فرع أو في أي دولة يمكنه المشاركة ويظهر له إشعار أو قائمة أو رسالة باللغة الإنجليزية ويختار ترجمتها الموجودة بأي لغة يفضلها ويقوم باختيار إذا ما كانت هذه الترجمة دقيقة أو خاطئة ويدخل التصحيحات التي يراها مناسبة تظهر في اللعبة قائمة بأكثر الموظفين تصحيحا للأخطاء مرتبين تنازليا نجحت الشركة وبدون تكاليف إضافية من إشراك حوالي خمسة آلاف موظف وتدقيق أكثر من نصف مليون شاشة وتصحيح حوالي 6700 خطأ وإضافة مئات التحسينات إلى برامجها كذلك يمكن استخدام التلعيب في تحفيز السلوك الإيجابي ومساعدة الأشخاص على تحسين عاداتهم في عدة مجالات كالتغذية ومساعدة الآخرين وحتى عادات الصرف والإدخار يتم استخدام تقنيات الألعاب في التغيير السلوكي في عدة دول في مدينة ستوك هولم في السويد على سبيل المثال تم نشر لوحات في الشوارع تقيس هذه اللوحات سرعة السيارات وتظهرها للسائق على اللوحة كما تتمكن من قراءة رقم اللوحة على السيارة جميع السيارات التي تسير ضمن حدود السرعة المسموح بها يتم إرسال أرقامها إلى قاعدة بيانات وإجراء سحوبات لمنح جوائز للفائزين ومبالغ مادية هذه المبالغ تقطع من الغرامات التي يدفعها السائقون الذين يتجاوزوا السرعة القصوى انخفض متوسط السرعة بنسبة 20% خلال 3 أيام فقط من بدء التطبيق كذلك ساعدت هذه التجربة على جعل الشوارع أكثر أمنا وكذلك حفظ سلامة مستخدمي الطريق بغض النظر عن تخصصك أو المجال الذي تعمل به حان الوقت للتفكير جديا في الاستفادة من تقنيات الألعاب لتطوير نفسك أو مؤسستك